مشهد مهيب صور لكل إيراني قتل على يد النظام الإيراني منذ عام 1988 حتى اليوم وضعتها المعارضة الإيرانية في واشنطن في حديقة أمام مبنى الكونغرس في خطوة تهدف إلى وضع مزيد من الضغوط على الإدارة الأمريكية للوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في مواجهة النظام نحن هنا لعدة أسباب أولا نريد أن نظهر الفضائع التي ارتكبها النظام منذ أربعين عاما ويستمر بارتكابها حتى اليوم ثانيا نود أن نظهر الشجاعة والمرونة التي يظهرهما شبابنا الذين خرجوا لمواجهة نظام ديكتاتوري مع تصاعد عمليات أعدام المتظاهرين منذ انطلاق حركة الاحتجاجات بعد وفاة مهسى أميني تصاعدت المخاوف من تطبيق عشرات أحكام الاعدام صدرت ضد المعتقلين من المتظاهرين بمحاكمات قال المعارضون إنها سورية ولا يسمح لس جناء بالدفاع عن أنفسهم أو حتى باختيار فريق للدفاع عنهم تماما مثل شقيق تارا شافعي الذي أعدمه النظام من دون محاكمة ومن دون أن تتمكن عائلته من رؤيته لا أريد أي عائلة إيرانية أن تعاني معانته عائلتي لقد دمرنا هذا النظام وشردنا خارج أرضنا أنا أرى وجهه بكل هؤلاء الشباب الذين نزلوا إلى الشوارع ليتظاهروا ضد هذا النظام وأنا خائفة على مصيرهم لهذا السبب أنا هنا وأدانت محكمة الثورة الإيرانية المتظاهرين محسن شكاري ومجيد ريدا رهنورد بتهم حمل السلاح وإقلاق راحة المواطنين دول عديدة نددت بتنفيذ الحكم وطردت الأمم المتحدة إيران من لجنة حقوق المرأة بسبب ممارساتها ضد المحتجين ألف صورة وصورة وضحايا النظام يتساقطون واحدا تلو الآخر هذا ما يقوله المعارضون الإيرانيون في واشنطن الذين يواجهون رسالة إلى الإدارة الأمريكية لحثها على منع النظام الإيراني من تنفيذ عشرات أحكام الإعدام التي أصدرها بحق المعارضين في إيران ريتا سليمان العربية واشنطن